موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية يتلوها علي عزي بسم الله الرحمن الرحيم بدأت اليوم في تعز احتفالات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة حيث شهدت مدرسة نعمة رسام مهرجانا طلابيا بهيجا ولوحات كرنفالية احتفاءا بذكرى سبتمبر الثورة والحرية والكرامة وجسدت اهداف الثورة اليمنية الفعالية التي اقامها مكتب التربية والتعليم في تعز ودشنها وكيل اول محافظة الدكتور عبدالقاوي المخلافي اليوم يأتي في اطار احتفالات بلادنا بالعيد الواحد والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وبمشاركة ستة وعشرين مدرسة في المدينة والمديريات المحررة واكد المخلافي في الحفل اهمية ودلالات احتفالات مدارس المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية باعتبال التعليم جسر العبر للمستقبل واشراقة شمس الدولة المدنية الحديثة مشيدا بالكرنفال ومستوى الاعداد له لما يليق بالمناسبة فيما اكدت مديرة مدرسة نعم رسام الاستاذ رجاء الدبعي انه بالفكر والعطاء والعلم سننتصر على ميليشيا الحوثي التي تستهدف الشعب بالسلاح والحرب تحت شعار مراحل نضال الشعب اليمني ضد الامامة والاستعمار اقام التوجيه المعنوي بمحور تعز ندوة تاريخية تحدث فيها قادة عسكريون وبختصون عن مسيرة النضال الوطني الحافل بالتضحية والصبر والثبات واستعرضت الندوة عددا من الوثائق والمواقف للكثير من المناظلين الذين جابه الامامة والاستعمار على السواء ووفقا للقائمين على الندوة فانها تهدف الى تعريف الاجيال القادمين بتاريخ الاباء والاجداد الناصع وهم يفدون الوطن والارض وينتزعون حقهم في الحرية والكرامة والاستقلال تأتي الندوة ضمن برامج متنوعة بمناسبة اعياد الثورات اليمنية المجيدة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر قالت بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديد انها سجلت سقوط 20 مدنيا في 13 حادث متعلق بالالغام الارضية والمتفجرات من مخلفات الحرب الحوثية في محافظة الحديدة خلال شهر اغسطس الماضي جاء ذلك في تحديث للبعثة الاممية حول الاجراءات المتعلقة بازالة الالغام في المحافظة الساحلية وعشارت اونمها الى انه تم الابلاغ عن وقوع الاصابات في مديريات الدريهمي والجراحي وحيس وبيت الفقه والحوك وقالت البعثة ان الارتفاع الحاد لعدد الضحايا في شهر اغسطس الماضي ادى الى وقف المنحنة التنازلي لعدد الضحايا الذي لوحظ منذ يناير 2023 اكد رئيس مجلس القضاء القاضي محسن بن طالب على ضرورة حل القضايا العالقة في المحاكم والنيابات العسكرية في مختلف المحافظات المحررة بما لا يؤثر على سير الاجراءات وناقش بن طالب مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعر اوضاع القضاء العسكري والصعاب التي يواجهها وسبل معالجتها وتعزيز التنسيق بين المجلس والوزارة بما من شأنه انتظام عمل القضاء العسكري وتعزيز استقلاله وتفعيل دوره وتسهيل مهامه للسير في الاجراءات في القضايا المتراكمة وسرعة البت فيها من جانبه ثمن وزير الدفاع الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى مبديا استعداده للتعاون وتذليل الصعوبات لكل ما يتعلق بإعلاء شأن القضاء العسكرية نعل المكتب التنفيذي للتجمع اليمنية للإصلاح بمحافظة الحديدة القيادية والتربوية القديرة نعمة عثمان معجم والتي انتقلت إلى جوال ربها الجمعة الماضية عن عمر ناهز سبعين عاما قضت جله في العمل بحقل التربية والتعليم بمحافظة الحديدة وأشار إصلاح الحديدة في بيان نعي إلى أن الراحلة تعد إحدى رموز العمل الوطني وواحدة من القيادات في السلك التربوي والتعليمي وكانت واحدة من الدفعة الأولى اللواتي تلقين التعليم في مدرسة بالقص الابتدائية للبنات في مدينة الحديدة بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة واعتبر البيان أن الفقيدة نعمة معجم تعد نموذجا للمرأة اتهامية المترعة بحب الوطن وإحدى الرائدات الأوائل في تشجيع المرأة اتهامية في الحديدة على العلم والعمل وتقدم إصلاح الحديدة بالعزاء والمواساء إلى أهالي الفقيد وذويها وتلميذاتها وكافة آل معجم داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنها فسيح جناته نظمت عدد من المنظمات الحقوقية معرضا للصور حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحقوق الإنسان في اليمن وذلك أمام مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية واحتوى المعرض الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات ومنظمة ميول لحقوق الإنسان ومؤسسة تمكين عشرات الصور واللواحات التي تكشف جانبا من انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وتجنيد الأطفال وعرض قصص مؤلمة عن حجم الدمار والمعاناة التي تعيشها مدينة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات ويهدف المعرض إلى وضع الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين في أوروبا أمام حقائق الوضع الإنساني في اليمن نظم عدد من مشائخ ووجهاء محافظة عمران لقاء قبليا حاشدا في مركز المحافظة لمناقشة الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي وسطوها على أراضي المواطنين في وادي الجنات وحذر الشيخ القبلي البارز ناجي علي مرزاح قيادات ميليشيا الحوثي من فتح باب للصراع في محافظة عمران جراء محاولتها الصطو على أراضي المواطنين ومنذ أواخر شهر مارس الماضي دشنت ميليشيا الحوثي أكبر حملة نهب لأراضي المواطنين في ضواحي مديرية ومدينة عمران ومديرية ريدة وحوت وسفيان وخمر بذريعة التخطيط وإنشاء مدن سكنية حضرية أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن يوم أمس تضامنها مع الصحفي فتح باللزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد وقالت النقابة في بيانها إن استدعاء الصحفي باللزرق من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات للمثول أمامها بناء على شكوى مجهولة يمثل سابقة خطيرة وتقييدا للحريات الصحفية ودع البيان اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية الوقوفة مع زميلهم الصحفي فتح باللزرق دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرى الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في جميع المرافق الصحية والمواقع الثابتة والمؤقتة بجميع مديريات المحافظة وقال الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر إن الحملة تستهدف ما يقالب ثلاثة وعشرين ألف طفل وطفلة في عموم مديريات المحافظة داعيا كافة الشرائح المجتمعية للتعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهامها من جانبه قال ممثل وزارة الصحة في محافظة المهرى عيسى الحوشب إن الحملة جاءت استجابة للوضع الوبائي مشيرا إلى أن الجهات المختصة سجلت خلال الفترة القليلة الماضية في المهرى أكثر من مئتي إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية دشنا اليوم بمحافظة عدن مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية والتثقيف الصحي بتمويل من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين المشروع سيعمل على إيصال الخدمات الصحية ورفع مستوى الوعي فيما يخص أخذ اللقاحات والتثقيف الصحي في مختلف مواضيع الصحة العامة لطلاب المدارس عن طريق العيادات المتنقلة التي تمتاز بقدرتها على الوصول وتتبع الحالات بشكل مستمر وخدمة التجمعات السكانية التي لا تتوافر فيها الخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في تحقيق توصيات قطع الصحة في الحفاظ على نظام مراقبة الأمراض ودعم الاستجابة السريعة وتمكينها وتقوية نظوم المعلومات الصحية والاستثمار في قدرات التأهب والاستجابة أكد محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر حرص السلطة المحلية على إنجاز مشروع مياه المناطق الشرقية من مديرية الغيظة الفيدمي يروب والحصن ومونغ خلال الفترة المقبلة للتخفيف من معاناة المواطنين جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان من مناطق الفيدمي ويروب للاطلاع على احتياجات مناطقهم من المشاريع والخدمات من جانبهم ثمن مشائخ المناطق الشرقية بالغيظة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومتابعتها لسير تنفيذ المشروع واستجابتها لمطالبات أبناء المحافظة في تطوير مستوى الخدمات شهدت مدينة مارب حفلة توقيع كتاب اليمن في مواجهة الإمامة إرشيف قلم تأليف العقيد الدكتور أحمد ردمان عن مركز نشوار الحميري للدراسات والإعلام ودشنا الحفل الذي أقيم بالتزامن مع العيد الوطني الواحد والستين لثورة السادس والعشر من سبتمبر المجيدة والعيد الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والعسكريين والشخصيات العسكرية يأتي الكتاب في إطار الكتابة الفكرية السياسية المقاومة لمشاريع الظلم والطغيان ويعكس جهاد الفكر والقلم وتحتوي صفحاته على مبادئ وقيم لا ينبغي أن مل من شرحها وتكرارها حتى لا يخدعنا الزيف مرة أخرى دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة